ألة من القلق في أوساط المصرفيين والبنوك الكبرى ببريطانيا منذ الإعلان عن انهيار بنوك في الولايات المتحدة فيما يعتبر أكبر إفلاس بنكي يحدث منذ الأزمة الاقتصادية العالمية في عام 2008 قلق مبعثه وقع المصارف البريطانية الأمر الذي دفع بانك جولدمان ساكس الأمريكي إلى تحذير من أن الخسائر الاقتصادية من القطاع المصرفي البريطاني ستفوق منطقة اليورو ووسط تهديدات لحد من عمليات الأقراض حذر جولدمان ساكس من أن الاترابات التي تضرب القطاع المصرفي ستفقم قائمة طويلة من المصحاب ما قد ينجم عنها ثبات معدل نمو الاقتصاد البريطاني المضطرب بالفعل هذا العام خبراء البنك أكدوا أيضا أن العبء الأساسي على النشاط الاقتصادي سينجم عن تشديد عمليات الأقراض المصرفي والتي تتراجع فعلا ردا على أسعار الفائدة العالية التي تحاول مكافحة التضخم المتفاقم منذ أكثر من عام الهبوط الأخير في أسهم المصرف العالمية جالا جولدمان ساكس يتخوف من الصعود في فروق العائد على الأوراق المالية وزيادة حالة عدم اليقين بالسوق ما قد يشدد من أسعار الأقراض المصرفي بنحو عشرة نقاط مئوية في كل من منطقة اليورو والمملكة المتحدة يذكر أن الاقتصاد البريطاني مهدد بالوقوع في ركود بالفعل مع استمرار أزمة ارتفاع تكلفة المعيشة وحالة عدم الاستقرار السياسي وصعود أسعار الفائدة